الاختطاف والاخفاء القسري عنوان مرحلة سوداء من تاريخ اليمن دشنها الانقلابيون قبل اكثر من ثلاثة اعوام مذقرر غزو صنعاء واسقاط الدولة وانهاء جهد يمني مميز لبناء الدولة اليمنية الحديثة على قاعدة راسخة من الشراكة الوطنية الواسعة 18606 مختطفا ومخفيا قسريا هي حصيلة الانتهاكات التي مارستها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين طيلة السنوات الثلاثة الماضية وأكثر قليلا حصيلة وثقها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد في أحدث تقرير له عن الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 وحتى يوليو من العام الجاري وبحسب تقرير رصد فقد بلغ عدد المختطفين 15968 فيما بلغت حالات الإخفاء القسري 2638 شخصا في مختلف محافظات الجمهورية الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فالتقرير عكس ما يتعرض له المختطفون من أوضاع صحية سيئة وظروف احتجاز غير إنسانية إلى جانب ما يتعرضون له من أعمال التعذيب في سجون الميليشيا وهي ممارسات ربما تكون أشد فتكا بحق المخفيين قسريا الذين لا يعلموا حتى الآن أين هم وما هو مصيرهم الاختطافات وعمليات الإخفاء القسري لا تتوقف وهذه المرة قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام هم الشريحة المستهدفة بالانتهاكات الميليشياوية التي لطالما ظلت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريا تلفت الأنظار إليها دون أن يلتفت إليها أو يكترث بها أحد فقد اختطفت الميليشيا الناشط المدني المؤتمري الذي يعتنق البهائي عصم العلفي قبل يومين من أمام مكتبه وفقا لما أفادت به أسرته في الرسالة التي وجهتها لصالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي سلطة قمع وقتل تلك التي تمارسها ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء المحتلة منذ سبتمبر 2014 وفي المحافظات الخاضعة لها إنها الصورة الأكثر سوداوية في مشهد الحرب الكارثية التي تعصف بالبلاد ترجمة نانسي قنقر